مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في سؤال انسألته قبل فترة هل صحيح انه في عدد كبير من المهاجرين بخرجوا من كندا بعد ما يحصلوا على الإقامة الدائمة أو الجواز السفر وهذا الجواب نعم ما في عندي إحصائية أديش الأرقام لكن في ناس فعلا بروحه وعملت ريسيرتش عن أهم الأسباب اللي بتسبب عودة بعض المهاجرين لبلادهم الأصلية أو بلاد أخرى مش بالشرط تنطبق عليك جميع هذه الأسباب ومش برط انت تنطبق على جميع الأشخاص اللي راحلوا ومش شرط انه كل الناس تقتنع في هاي الأسباب لكن هاي الأسباب الأكيدة اللي بعض منها يعني بديش أحكي إنها كلها ولا بدي أحكي أنا قدرت أخلص كل الأسباب لأنه هم العشرة اللي قدرت أستطيع أني أجدهم في أسباب أخرى أكيد بتكون غير موجودة في هذا الشرح خليكم معاي بعد الفاصل وحبدأ معكم ليش الناس بتطلع من كندا في البداية أنا حابب أحكي إنه هذا الفيديو حيكون شوي طويل لأنه في بعض النقاط المهمة اللي بتهم لبعض الأشخاص أرجع وأحكي إنه هاي النقاط مش كلها من وجهة نظري في منها أنا أتفق معها اتفاق كامل في منها أتفق معها 40% في منها لا أتفق نهائيا ولكن هذا ما وجدته على مواقع الإنترنت وعلى التواصل الاجتماعي ووجهات نظر أخرى عملت ريسيرش إن شاء الله يكون يعجبكم فإذا عجبكم هذا الفيديو مع أنه طويل شوي قبل ما تكملوا عملوا سبسكرايب للقناة عملوا شير للفيديو في النهاية إذا عجبكم وعملوا لايك واكتبوا لي في صندوق التعليقات تحت إيش رأيكم أهم الأسباب وإذا في عندكم أسباب أخرى برضو ضفيوها ويلا مع الفي طيب أجن بدي أرجع أحكي إنه هاي الأسباب مش للجميع ولا تنطبق على الجميع وليس ترتيبها بهذه الترتيب معناها إنه هذا الأهم وهذا الأقل الأهمية لأنه ممكن يكون واحد سبب يسبب خروجك من كندا أو ممكن كل الأسباب أو سببين أو ثلاث ويمكن ولا واحد من هدول يكون عندك سبب آخر خلينا نحكي عن السبب الأول وهو الوحدة الوحدة كثير ناس بسيجوا هون خاصة الناس اللي عندهم أو تحرك اجتماعي كبير حالة اجتماعية عندهم عندهم أصدقاء كثير خاصة الناس اللي بعيشوا في مجتمعات كتير فيها ألفة بفقدوا هذا الشي الناس كتير هون بزي في أعمالهم وأشغالهم ممكن تجد أصدقاء أكيد بس هذا لا يعني أنه خاصة إحنا اللي في بلادنا العربية نحب التجمعات خاصة المناطق اللي شوية لسه مش مدينة كاملة يعني مدن صغيرة أو قرى تلاقي فيه تجمعات كبيرة الأهل الجيران الأصدقاء لا سمح الله صار عندك مشكلة بتلاقي مليون واحد واقف معك ومعك العشيرة العائل أفراد المجتمع عندك الحي ابنك بدك تحودي عند حدا بتلاقي ميت واحد تتكير وفهم بتقول بس خليه عندك بقولك ولا يهمك خليه مع الأولاد هذه الحكي هون يمكن يفقده كثير من الناس الوحدة تعتبر من أهم أو أكبر المشاكل اللي بتطير ناس بتواجههم لما يجوهم وعشان هيك بصير عندهم مشاكل نفسية طبعا عذاك عن ما يسمى بالكولشورال شوك أو الصدمة الثقافية اللي بتصير خاصة أول ما يجي لأنه ما بكون عنده أصدقاء ما بكون عنده أهل عشان يعلموا كيف الثقافة الكندي الشي الثاني الصعوبات المالية كثير ناس بتيجي هون على كندا بحلم أنه يتحسن وضعهم المالي الوضع صراحة مش كما هو مرسوم في عقول بعض الناس نعم في ناس أغنياء في كندا لأنه مرة عملت أنه هل في أغنياء لو سألوني هل في أغنياء في كندا نعم في أغنياء طبعا وفي فقراء في فقراء مش قادرين يوكلوا في كندا بالشلطر والشوارع عايشين وفي ناس عايشين مستورين وفي طبقاء وسطى يعني بتحكي عن كله طبعا معظم الطبقاء في كندا طبقاء وسطى خلينا نكون واقعين بس في ناس في كندا لحد الآن عايشين يعني يدوب يكفي شهره بشهره يعني انت بتحكي ما في مصاريف زيادة ما في إيش زيادة مصاريف في كندا غالي أنا يمكن حكيت في أحد الفيديوهات عن أحد المصاريف في كندا وخاصة الإيجار إيجار المنازل يعني بكلف كتير 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 ناس في أحيانا وعادة خلينا أقول لكم واقعي كندا مبنية على أنه الزوج والزوجة يشتغلوا فإذا الزوج لحاله بيشتغل لازم يشتغل شغلتين ويمكن إذا شغلته كويسة يمكن شغله واحدة تكفي لكن إذا عنده أولاد أكتر ودخله محدود أو نحكي من الميليموم وج اللي أنت بتفكر أنه هذا 15 دولار 14 دولار بالساعة كويس لا هذا الميليموم وج يدوب خليك يتعيش الحكومة بتعطي ناس بتساعد في السوشيال أسيستنس بس أولا ما حتغليك مليونير ويدوب يدوب يعني حتى السوشيال أسيستنس عبارة عن أنا بحكي في أنتاريو وفي كيبك من الشخص حوالي 650-700 دولار ماكسيموم السوشيال أسيستنس لتنين لزوجة وزوجة بدون أطفال خلينا نحكي 1400 دولار 1300 دولار يمكن أوكي أجار أقل بيت في مدينة أتوا أقل بيت الآن أجاره 1400 دولار فهذا يدوب حيكفيك للسكن فقط طب وأكل وشرب بدك تطلع بدك تيجي هاي كل هالأمور بدك تفكر فيها فما تتوقع هذه الصعوبات المالية عشان هيك في ناس حتى بسير عندهم مشاكل إذا واحد لا سمح الله رفع عليه قضية مثال أنا إلي صديق دخل عنده واحد عامل جايبه من الشارع أو من صديقة أو من آخر ما معاه إنشورنس العامل هو مو بيشتغل عنده على السلم مو يعمل السلم فانكسر ظهره فرفع عليه قضية على إنه عنده إنشورنس صاحبي هذا ما عنده للأسف إنشورنس فهو مطالبه بأربع مليون دولار طبعا ما في عنده إنشورنس إضطر إنه يعلن إفلاسه وهاي موجودة في بعض الأحيان في كندا اللي هو البانكروبسي بيعلن إفلاسه وبقول لك خلص أنا روح وانتهى الموضوع لأنه أربع مليون من دي جيبهم طبعا هذا بيؤدي لبعض الناس إنها تروح تشتغل في خارج كندا عشان تحصل عمل في ناس للأسف ما بتعرف تستخدم الكريدت كارد أيضا سائة استخدام الكريدت كارد بصير عليهم مشاكل كتير في الكريدت كارد وبطلوا يلحقوا يدفعوا وبصير شهر يدفعوا شهر لا وهون بصير انترست وبصير عليه فوائد وهذه مشكلة وطعمة كبرى الرقم الثالث اللي هو إيجاد عمل جيد إيجاد عمل جيد يا جماعة من أهم التحديات اللي بتقابل القادمين الجدد كثير ناس بيجوا هون مضمهم بيجوا ناس جايين عشان خبراتهم وأعمالهم أطباء مهندسين صيادلة فبيجوا هون للأسف بنصدم بالواقع معادلة الشهادة تحتاج إلى مبلغ كبير تحتاج إلى وقت طويل ويمكن حتى تكون اشي شبه مستحيل فهذا بيخليهم يا إما يغيروا المجال العمل تبعهم يدرس شغلة من جديد هنا مثال يروح مثلا يدرس اي تي أو يدرس شغلة هنا في كوليج وخلاص يغير مجال عمله أو يشتغل بمجال آخر مثلا بعرف الطباء بيشتغلوا اوبر درايفرز مش عيب طبعا بيشتغل دليفري لكن هذا طبعا بيأثر على حالته النفسي وعلى حالة العيلة وبالتالي في ناس كتير بقول لك لا أنا مش هقدر أكمل أو أنا برفض هذا المبدأ وبروح بطلع برجع يام مع بلده وبروح مثلا على دول أخرى بلاقي عمل فيها مثل الخليج وبشتغل براتب جيد فللأسف هذا أو هذا السبب موجود ومش مع الناس كتير أكيد مش كون مع الناس يعني مثلا زي واحد جاي يتخصصوا اي تي يمكن إلاقي شغل أسهل من طبيب أو مهندس وكي وهذا لا يعني أنه الطبيب أو المهندس لن يستطيع إيجاد عمل لا حيستطيع قيلا لكن موضوع صعب يعني قد تأخذ منه خمس سنوات ست سنوات أحيانا عشر سنوات حسب التخصص وحسب اللي مطلوب طبعا النقطة اللي بعدها هو الرابعة النقطة الرابعة وهي أنت ستبدأ من الصفر كتير ناس بيجوا هون للأسف بتفكيره أنه هو كان غاد مدير أو مساعد مدير أو وكيل وزارة أو اشتغل مع الوزير الفلاني أو اشتغل مع الشركة الفلانية شركة ضخمة بيجي هون بيلاقي حاله أنه رح يبدأ من الصفر حتى في مجاله هيبدأ من الصفر وهذا للأسف واقع الناس هون كتير أو الكنديين بيحبوا شغلة اسمها كنيدين يعني شغلك في كندا قليل جدا الشركات اللي بتقتنع بالإكسبرينس تبعك خارج كندا هذا لا يعني إنهم لا يقتنعوا قد يساعدك هذا إنه عندك إكسبرينس خارج كندا لكن هذا لا يعني إنك حتدخل في منصب مدير أو إداري طبعا فيه اختلاف حنحكي عنه هلأ شوية في طريقة التفكير النقطة اللي بعدها اللي هي أسعار العقارات أسعار العقارات في كندا تعتبر من الأغلى من الأغلى مش الأغلى في نورث أمريكا في شمال أمريكا وفي العالم حتى نعطيك مثال مش كل المدن مدينة تورونتو مدينة فانكوفر يعتبروا من أغلى دول العالم بالنسبة لأسعار العقار تصل فيها 800 ألف لمليون دولار يمكن عقار بسيط يعني بتحكي عنه فمش كل الناس بستطيعوا أنه يدفعوا هذا المبلغ ولا يأمنوا وبالتالي في كتير ناس بنتقلوا من مدن كبيرة مع أنه فيها مجال العمل أكبر وطرق الترفيه أكثر إلى مدن صغيرة ومنهم حتى بتركوا هاي المدن نهائيا وبيرجعوا لبلادهم أو لبلاد أخرى لأسعار العقار الجنونية ليش الأسعار هيك؟ طبعا هذا بده فيديو كامل مع مستشار عقاري يحكي إنا ليش الأسعار هيك؟ للأسف هاي الأسعار لا تمثل فعلا توازن بين دخل الشخص وسعر العقار المفروض أنه ما يدفع الشخص أكثر من ثلث دخله على العقار خلينا نحكي نصف دخله إحنا في ناس عم بيدفع كل دخلهم بس عشان يغطي سعر العقار وهذا مشكلة كبيرة النقطة اللي بعدها والنقطة السادسة اللي هي طريقة التفكير أو منتالي تينكين عند الكنديين الكنديين عندهم كتير أمور تختلف عنها مثال ما بيحبوا يحكوا كتير في الأمور الشخصية إلا إذا أنت صديق كتير يعني متدخل في الموضوع في العمل عندهم كتير كتير حرص على أنه يكون يعني متوازن في كلامه معك حتى وجهة نظره ما بيحاول يظهرها مثلا إذا هو وجهة نظره مع الحزب الفلاني ما بيحكي إحنا العرب لا مثلا لا بنحب نناقش ونحب نحكي فيها ففي اختلاف في طريقة التفكير هيا لازم ينتبهوا فيها في ناس بيشعروها أنها سلبية في ناس بيشعروها أنها إيجابية مثال بدي أحكي إحنا عنا العرب مثلا إحنا بنحب نعبط ونبوس وهذا هذا يمكن يكون موجود بس بطريقة أخرى عندهم مثلا لمس الشخص بطريقة أنك مثلا تمسكه على كتفه وممكن يعتبرها هراسمانت ممكن يعني معناها تحرش ممكن إذا لمسته أو حكيت له كلمة يعتبرها تحرش وروح يشكي عليك وعيط حتى أنه في بعض الناس بقول لك ما تحكيش يعني إحنا ما تنتهكي لأوالله أنت حلو اليوم أو زي الورد اليوم ممكن هاي عنا إحنا تعتبر إشي كويس هلا مش كل الكنديين أجين في ناس كتير حساسين وبقول لك إنك حتى لازم تكون بري سنستيب في الشغلات هاي شو الأشياء اللي بتقدر تقولها شو الأشياء اللي ما بتقدر تقولها كيف التعامل مع الزملاء في العمل كلها أمور قد تؤدي إلى بعض المهاجرين إنهم يرجعوا لأبلادهم النقطة السابعة وهاي نقطة في عليها كتير دبيت أو عليها كتير منقاش اللي هو الطب في ناس بقول لك طبعا الطب في كندا مجاني الطب العام والاختصاصي طب الأسنان والعيون لا مش مجاني طب العيون العمليات مجاني بس النظارة والأمور هاي مش مجاني الأدوية معظم البروينس مش مجانية إلا بروينس كيبيك طبعا في لها برضو المهم بشكل عام عم بحاولوا إنهم يحسنوا هذا الموضوع لكن كثير من الأجانب أي واحد بتسألوها بقول لك الطب في كندا يعني الطب في كندا عليه بيك وشن مارك هلأ أنت وحظك أحيانا ممكن تستنى ساعة في الاميرجنسي ممكن تستنى عشر ساعات في ناس تستنى بالتلاتين ساعة وهو بنتظر في غرفة الطوارئ العمليات في ناس خاصة العمليات الضرورية زي ما بنحكي الكنسر أو إشي زي هيك أو هب ري بلايسمان في ناس بتستنى سنتين يا جماعهم في كندا هلأ قيم مش الجميع أنا بعرف ناس بعد ما توفوا اتصلوا في أهلهم على إنهم يحددوا لهم عملية عشان الكنسر أو عشان العلاج تبعهم وألولهم للأسف الشخص توفى فهذه مشكلة في كندا وهذه المشكلة قد ينتبه لها الناس اللي عندهم أمراض أكثر من الناس الطبيعيين يعني اللي بروح مرة على الاميرجنسي مش كتير مهمة كثير بس في ناس مثلا عندهم أمراض مزمنة وعندهم مشاكل وبدهم علاج قد يكون هذا الوضع صعب أغيرا مش كل الأماكن ولا كل البرومنسز بس هاي مشكلة بشكل عام ويمكن ما في مهاجر في كندا غير حصل له ولو قصة قصيرة مع الطب في كندا بدناش نحكي إنه هو سيء لا هو عنده سيستيمز وعندهم هذا لكن هذا الموضوع يعني بديش أحكي فيه كتير لأنه غويط وفي ناس بتقول لك لا أحسن من بلادنا بكتير وفي ناس بتقول لك يا ريتهم يتعلموا من دول العالم اللي بسموها العالم الثالث الطب لأنه للأسف عندهم تخلف بوجهة نظر هذول الأشخاص مش بوجهة نظري ما بدأ حكي وجهة نظري هون طبعا طب الأسنان وطب العيون يعتبروا من طب الخاص يعني بدك تروح على طبيب أسنان أو طبيب عيون لازم تدفع من حسابك إلا إذا عندك تأمين وهذا طبعا الموضوع آخر انت شاري تأمين أو تشتغل بشركة مأمناك عيون وأسنان النظارات مكلفة في البلد هاي أغلب كتير من بلادنا خلينا نحكي والطب الأسنان أغلى كتير طبعا لاست ناس تسأل ليش أغلى أنا سألت أطباء وبعرف أطباء أسنان بقول لك المتيريال زهون أغلى الكواليتي اللي بنحاول نحطها الكنترول كل هاي الأمور لكن هذا لا ينفي أنه فعلا في بلادنا في أطباء أسنان ممتازين عشان هيك في كتير ناس كتير ناس بيسحب حاله مثلا عنده ثلاثة سنان أربع سنان بكلفو أربع تلاف خمس تلاف دولار هون علاج وتزبيط بروح بيسحب حاله بروح على بلادنا منه بيشوف الأهل بيشوف أصحابه وبعمل سنانه وبرجا في ناس بروح على كوبا بناس بروح على المكسيك بتعالجوا هذه يعني كتير انشهرت في الآون الأخيرة لارتفاع أسعار طبابة الأسنان النقطة الثامنة وهي تربية الأطفال والتعليم تربية الأطفال طبعا برضو نقطة عليها دي بيتس أجين أنا برجع بحكي أنه هاي النقاط ليست وجهة نظري الخاصة إنما هذا ما وجدت الناس تتناقش عليه وعشان هيك حبيت أنقلوا لكم بوجهة النظر طباية الناس عشان تعرفوا كل أجين كل واحد منظر إليها بمنظور آخر تربية الأطفال ناس بقولك أنه تربية الأطفال في كندا أصعب من دولنا في ناس بالعكس بقولك تربية الأطفال في كندا أسهل من دولنا للحلال والفساد اللي عم بيصير في بعض الدول صار كثير هون على القليلة في عندك كنترول كندا حسب المدينة طبعا في محافظة شوية في مدن أكثر انفتاحا هصلا المدن الكبيرة كل ما كبرت المدينة كل ما كانت أكثر انفتاحا لكن الموضوع طبعا يعود على الأهل ناس بقولك أنا بفقد لغة أبنائي خاصة اللغة العربية للجيل الثاني والثالث خلاص بروح في ناس بقولك لا أصلا أنا غاد بدي أدرسهم في مدارس أمريكية وكل أصحابهم رح يتكلم معهم إنجليزي فعاي دي بيتك عليها كبير التعليم برضو عليه نقطة كبيرة ناس بقولك التعليم هون فاشل خاصة المدارس بنحكي من صف أول للثانوية ما بعطوهم هوم مورك ما بعطوهم إشي لا إحنا كنا هيك بالطريقة هاي في ناس بقولك لا هذه الأسلوب الحديث للتعليم وهذا الأسلوب الجيد وهذا الأسلوب الصح فعقين هذا يعتمد على الشخص في ناس كتير في الليل لنسحبوا أولادهم من البلد هاي ورجعوهم عشان يدرسوا في مدارس خاصة في بلاد مثلا أو في ناس بالعكس بقولك هون أفضل صح البابلك بس أحسن البابلك هون أسوأ البابلك أحسن من أحسن مدرسة أقين هذه نقطة بس في كتير الناس بناقشوها وبيعتبروها هاي نقطة للعودة للبلاد نقطة التاسعة يمكن هاي كتير ناس بس يتقول له كندا بقولك الجو الجو البرد طبعا يا جماعة نعم البرد عندنا برد والشتاء لدينا شتاء ولكن الصيف صيف والخريف خريف والربيع ربيع صح أقصر ولكنهم يعني نقطة بعد الجو عادة بنهاية شهر نوفمبر بيبدأ يبرد بنحكي ديسمبر يناير فبراير مارش وشوي أيبريل يعني خمسة شهر على الأقل بيكونوا برد أو ثلج بعض المدن فيها درجات الحرارة أفضل من مدن أخرى مثلا شانهاي أدوى وهو مونتريال أبرد من تورونتو بثلاث أربع خمس درجات أحيانا سبع درجات وينزر أدفى شوية إذا بتروع على فانكوبر وفكتوريا أدفى وأدفى يمكن بشوفوا التلج مرة في السنة أو مرتين في السنة أو تلاتة في السنة في المدن هاي أقلين بيعتمد على المدينة اللي انت بتختارها عشان تعيش فيها درجة الحرارة بتختلف والجو بيختلف في مدن فيها الرطوبة عالية زي مدينة مثلا أوتوى في مدن جافة زي كالغاري ففي ناس بيعتبروا الجو البارد في الجفاف أفضل فبيعتمد على انت شو بتحب في ناس بقول لك لا الجاف بنشف البشرة وللأسف بسبب لي مشاكل في ناس الجو الرطب بسبب لهم مشاكل خاصة في التنفس مثل الربو والأمور فهذا بيعتمد عليك انت شو بتقدر تستطيع تأقلم راح تتأقلم تلبس جاكيت كويس بوت كويس بانطلون كويس السيارة مدفة البيت مدفة الولاد بتأقلموا كل العالم عايش عادي ما حدا بيعطل لأنه تأقلموا على هذا النوع من الجو في ناس ما بقدروا يستحملوا خاصة اللي جايين من دول حارة شوية بقول لك أنا شو الله جابرني طب من عايش غاد السؤال بيتمد على الشخص طب بقول لك خمسين وستين أجن بالصيف والخريف والربيع الجو جميل جدا 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 في كندا فصل الشتاء فصل الجو قارس النقطة الأخيرة العاشرة هي التوقعات العالية بما معناها هذا يمكن يكون شوية أنا بحكي للناس أنه دائما يكونوا بوزيتف بس أحيانا لما يجو يعملوا مهجرة على كندا أوكي أنا التوقعات بتصير كتير أعلى من الطبيعي رح يستقبلني رئيس الوزراء ويحط لي الفرش الأحمر في المطار أنا جاي على كندا أنا كنت مدير أنا مش عارف إيش للأسف بس يجي هون ولا حدا بتطلع فيه إذا لقى صديق أو أحد يساعده بكون كويس بتفاجأ إنه هو ولا حدا معطيه الاهتمام ناس بتحترمك بس مش معناها إنه الكل لازم ينفذ أوامرك فيه نساء مثلا بكون عندهم خدامة في بلادنا بيجوا هون بصيروا يشتغلوا في إيدهم بصيروا عندها سواء هون ما في بد تسوق لحالها ممكن تستأجر حدا أو تشغل حدا بس أجين هذا بدهم مبالغ إذا معهم مبالغ ما في عندهم مشكلة أجين الانا كنت مدير في مؤسسة مثلا فلانية أنا بسهولة بلاقي شغل بيجوا هون بيشتغل في تيم هورتون ولا على أوبر اللي هم نحكي الدخل الأقل شيء يعني الدخل الأدنى فبتفاجأ طبعا ممكن يصاب بحالة نفسية خاصة العائلة كانت تعود على مستوى معين وهو جاي على كندا مش معناها انه اللايف ستايل هون في كندا سيء لا بالعكس اللايف ستايل عالي الناس تحترم بعض تحترم الكاستومر بس أجين هذا مقابل المبلغ اللي بتدفعه أنا إذا شريت شغلي مثلا ومش عجباني من السوق ممكن أرجعها خلال فترة معينة بكل أرياحية وبكل سهولة ولكن هذا ليش لأنه أنا بدفع سعر هذه الخدمة في الداخل فإذا انت بتتوقع انها مجانية لا مش مجانية بس هذا السعر و أكيد هاي الشغلات اللي بتخسرها الشركة من ترجيع أكيد بيبعوها في الستوك بتروح بلاش بس انت في المستقبل هتدفعها يا مستخدم فبالتالي فيه أمور كتير هذه أهم النقاط اللي أنا حاولت أجمع الكياها اللي بتسبب فيه نقاط ثاني يمكن أنا ما أدرت أجدها وفيه نقاط أجد فيها ليست الأفضل لإيجاد سبب لماذا يخرج المهاجرون من كندا وفي منها جيد في منها فعلا ميك سنس زي ما بيحكو أو فعلا حقيقية فهذا باعتمد عليك انت بتشوف وجهة النظر مين الصح مين الغلط اكتبولي في التعليقات وإذا حبيتوا هذا الفيديو والفيديوهات اللي بعملها اعملوا سبسكرايب للقناة شير مع أصدقائك بشكركم كتير على كل شي بتسووه وشكرا للكم مرة تانية لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد